فاحنا طول الوقت عندنا احتياج يبقى طول الوقت الاحتياج بيخلينا نترقى يرفع الله الذين اهمنوا والذين اوتوا العلم درجات يعني ايه؟ يعني احنا طول الوقت عندنا احتياج لان احنا طول الوقت نريد الله متعلقين بالله نسعى الى ان نكون دائما نعيش بالاحسان طب ايه علاقة ده بالاحتياج ان طول ما انا عندي احتياج طول ما الاحتياج بياخدني للعمل وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله هو المؤمنون يبقى الاحتياج يا سادة بهدوء كده وانا اردت ان النهاردة نتكلم وانتهز الفرصة دي ان احنا نتكلم عن مفهوم الاحتياج عارفين ليه؟ لان انا دلوقتي عندي مشكلة طول ما انا قاعد بنظر وانا باعتباري مشتغل بالمأسألة الاجتماعية شايف ان الاحتياج والكلام عن الاحتياج باعتباره نقص بيعمل ايه في حياتنا؟ بيهدد حياتنا طول الوقت ان احنا نعيش في الجوع ما نعيش ابدا في الترقي ما نعيش في التنمية ما نعيش في استعظام نعمة الله لان كل ما عاجي ابص النعمة ربنا الا اني محتاج في ايه اللي يحصل؟ فيؤدي ذلك الى استصغار نعمة ربنا فكروا ما ازنش ان انا انا عارف ان انا زي ما بيقولوا كده في الدراسات الاجتماعية اللي انا بقولوا ده وحتى في الدراسات الدينية اللي انا بقولوا ده بيسموه كده شفت بردين يعني تغير في وجهة النظر تغير في الرؤية ونزاك اردت ان انا اتكلم عن المفهوم ده الوحده كده عشان نفكر فيه واتمنى ان احنا نتناقش فيه ونبصل فيه كويس لما حد هيجي يستدل بأي استدلال ان احنا وخلق الانسان وضعيف اه صح احنا ضعفاء والضعف مش فينا نقص الضعف صفة فينا الضعف معناه اننا نحتاج الى الله